اعرف انت لما شركة كبيرة برند معروف الشركة دي تجي تقدم لك موبايل في الفقه المتوسطة تصميم من الازاز فرين من البلاستيك شاشة اموليد مية واربع واربعين هرتز فول ايتش دي بلس مع كمان هنا كول بانش وحفز افليات واعتبرها صغيرة وكمان الشاشة دي بتوصل لأعلى برايتنس لها الف وربعمائة نيتس الشركة ما تكتفيش بكده وبس تقدم لك معالج سناب دراجون ايت بلس جيل وان مع زاكرة تخزينية وحجم رام بيبدأ من تمانية جيجا متين ستة وخمسين واثناشر جيجا بايت رام متين ستة وخمسين وعندك كمان ستاشر جيجا بايت رام متين ستة وخمسين جيجا زاكرة تخزينية زادي النوع زاكرة تخزينية هنا من النوع وكمان معك سماعات ستريو معك بصمة كويسة جدا تحت الشاشة واخيرا عندك بطارية خمس تلاف ميلا امبير وشاحن مية وخمسين واط كل الحاجات اللي انا قلت لك دي الموبايل تسعيره عالميا حوالي تلتمائة واربعين يورو يعني بتتكلم في حوالي حداشر الف جنيه. قبل ما قولك الموبايل ده هو ايه? وقبل ما تكلم معك في اي حاجة كده على طول انزل اغبط زروا اللايك اصر زروا الاشتراك وفعل الجراش اللي وصالك من اللايما كل جديد. اما دلوقتي خلناه اخشوف تفاصيل الفيديو. السلام بكم. انا محمد ودي قناة والموبايل اللي بقدم كل الحاجات دي هو ريلمي جي تي نيو فايف. انا كنت من الناس المبهورة جدا بالريلمي جي تي نيو سري لانك الموبايل ممتاز وكان بيقدم شاحن مية وخمسين واط مع معالج دايمنستي تمن تلاف ومية. الريلمي جي تي نيو فايف جايب بيعلي وبيعلي جامد جدا. وخلنا ندأ اول حاجة بنقطة للتصميم لان تصميم الموبايل ده ملفت جدا. غير ان تصميم الموبايل فاخد. ظهر من الازاز وفريم من البلاستيك. الموبايل اصلا شكله حلو. لو بصيت على الضارة كده هتلاقي ان الضارة جاي بلون واحد وهتلاقي مربع كبير كده او مستطيل كبير باللون الاسود مقسوم لجزئين. جزء في الكاميرا الاساسية والكاميرا الالترا ويد. وجزء كده عبارة عن مستطيل كده مقفول في كاميرا واحدة وهي دي الكاميرا المايكروسكوب. وكأن الريلمي بتشير وبتسوق الموبايل ده على اساس الكاميرا الموجودة فيه اللي هي مش موجودة اصلا في اي موبايلات في فئته السعرية. الكاميرا المايكروسكوب ده هتلاقيها في الريلمي جي تي تو برو. اللي هو الموبايل اللي في عدود تمنتاشر عشرين الف جنيه. فكونوا ان هما سابوا الكاميرا او حطوا الكاميرا دي في الموبايل بالسعر ده دي حاجة كويسة جدا. تسيب التصميم وتخش على شاشة لان الموبايل ده بيقدم لك شاشة متوحشة. هنا شاشة اموليد مية اربعة واربعين هرتز. شاشة ستة وصبعة من عشرة انش. استغلال حواف ممتاز جدا. كل فانش صغير ما حافزه في لها تعتبر صغيرة جدا. وعندك هنا كمان الشاشة بتوصل تحت اشعة الشمس الالف وربعمائة وده حاجة تعتبر ممتازة. ريلمي ما تقفش لحد كده وكمان تقدم لك اداء متوحش معالج سناب دراجون ايت بلاس جين وان. المعالج التاني على مستوى العالم او على مستوى الموبايلات الاندرويد بعد السناب دراجون ايت جين تو. يعني لو انت مش هتاخد اللي سناب دراجون ايت جين تقول في الموبايلات الفلاكش بالموجودة السنة دي فاللي بعده على طول هو سناب دراجون ايت بلاس جين وان وركز معي عشان بتكلم على موبايلات الاندرويد. ده اقوى تاني معالج في الموبايلات الاندرويد وده حاجة تعتبر ممتازة على موبايل في الفئة المتوسطة. رام وحجم زاكرة تخزينية ممتاز بيبدأ من تمانية متين ستة وخمسين وعندك اتناشر متين ستة وخمسين واخر النسخة متوحشة ستتاشر جيجا بايت رام همتين ستة وخمسين زاكرة تخزينية. ونوع الزاكرة هنا ممتاز مجموعة كاميرات ممتازة. كتعددية كاميرات شايفها من افضل التعددية في الكاميرات. كاميرا اساسية مع خمسين كاميرا الترويد تمانية والكاميرا مايكروسكوب وده حاجة ممتازة ان كاميرا دي ممكن تستخدمها. فحاجات كتيرة جدا تقدر تشوف بها تفاصيل التفاصيل حرفية. وعندك كمان كاميرا امامية ستاشر ميجا بيكسل والكاميرات اللي سهل فيها بتصور فيديو ستين في الثانية وده حاجة كويسة جدا. اما الكاميرا الامامية اخرها الف وتابلين بس ما فيش هنا فور كي. خد عندك باسمعات استيريو بصمة كويسة جدا تحت الشاشة وطبعا بصمات ريلمي من افضل ما يكون اكيد شبكات ممتازة لان دي مجموعة البي بي كي وسوفتور اكيد مستقر وممتاز. كعادة ريلمي عامة لاني شفت الريلمي جي تي نيو ستري وكان بيقدم تجربة عاملة ازاي? تفتكر بعد كل ده ممكن يكون فيه تنازلات تانية? اقول لك لا تماما. هنا انت عندك بطارية خمس تلف ميلا امبير وشاحن اسرع ما يكون في فئة عشر احد اشر الف جنيه مية وخمسين واط. لو جيت بسيت على الموبايل كتوتل تصميم مخامات صناعة قدم لك اقصى حاجة موجودة في فئة السعرية. بالنسبة للشاشة قدم لك اعلى كمان من اللي موجود في فئة السعرية حاليا. اداء مقدم اقوى تجربة اداء ممكن تلاقيها لحط ستاشر سبعتاشر الف جنيه في موبايل. كاميرات من افضل ما يكون وتعددية كاميرات ممتازة. شاحن سريع وبطارية سماعات استيريو الموبايل مش مؤثر معك في اي حاجة نهائي. يمكن العب الوحيد اللي انا شايفه في الموبايل لحد دلوقتي ان الموبايل ده ما بيدعمش مدخل تلاتة نص ميلي وده حاجة قدر اقول لك عادي جدا لان فيه موبايلات كتيرة جدا. ما بتدعمش مدخل تلاتة ونص ميلي. وكمان الموبايل ما بتدعمش مقامة الغبار والمية. وبرده ما فيش غير موبايلات سامسونج في الفعل متوسطية اللي اتدعى عن مقامة الغبار والمية بس. تسعير ممتاز جدا من اتمنى الموبايل ده ينزل في السوق المصري حتى لو وصل الاتناشرة تلاتاشر الف جنيه فازل اختيار قوي جدا. استنى لان الموبايل ده بيقدم تجربة متوحشة جدا بيقدم قيمة رهيبة جدا مقابل الساعة. دي كل حاجة عن واكيد طبعا اول موبايل ينزل مصر لازم اجيبه وجربه. وكان عادة اكيد انتظرني فيديو جديد وسلام.